موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم قطوف دانية ونحن الليلة مع أمر مهم جدا جعله الله عز وجل مارة ودليل على التقوى الله سبحانه وتعالى يقول وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وعدت للمتقين ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك الذين ينفقون في السراء وخصوصا ونحن في شهر رمضان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين نحن شهر رمضان شهر شهر الإنفاق شهر القربات شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك يكثر من الإنفاق كما صح ذلك عنه من حديث عبد الله بن عباس أنه قال رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ماذا قال بعد ذلك؟ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كان يجود ويعطي عطايا من لا يخشى الفقر أعطى عطايا أخجلت ذو الحديم إذ ملأت رحب الفضى من النعم يأتيه رجل فيعطيه غنما بين جبلين ثم يعود الرجل إلى قومه ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطايا من لا يخشى الفقر وقد صدق والله من قال وهذا كما قال ابن رجب الحنبل لا يصدق إلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعود بسط الكف حتى لو أنه ذناها لقبض لم تطعه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة وننفق مما آتانا الله عز وجل بعض الناس يشكع لنه لا أعطى أعلنه سبحان الله الرحيم أعلن ذاك ينقص من ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وقال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يا جامع الأموال لا تبخل بها فالمال يا مسكين للرحمن إذا أردت على أنك تعود من السبعة اللي خصهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة يوم يعرق الناس هناك بعض من الناس قد خصهم الله عز وجل بظله إذا أردت تبغي تعود منهم أخي في الله عليك أن تكون من أهل الإنفاق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السبعية اللي الله يظللها ملانة تحت الله عز وجل تحت ظل يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم ورجل أنفق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله أو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فهذه العبادة عبادة عظيمة جدا وتعظم أيضا في هذا الشهر المبارك وهو شهر الصيام شهر رمضان فالفقراء محتاجون فعلينا أن ننفق وأن نكون ممن قد خصهم الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة والحمد لله أعطانا الله عز وجل سعى كثير من الناس عنده ياسم الموال يقد ينفق يقد يعطي المسكين وينفق على الأرملة ويعطي لصاحب الصدقة هذا كامل من أبواب الخير الله عز وجل ومن الله عز وجل به علينا فعلينا أن نسارع إلى الله سبحانه وتعالى سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن خصهم بهذه العبادة وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يضاعف لنا ولكم الأجور ولا تنسونا من صالح دعواتكم بارك الله فينا وفيكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة